السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخيرات عليكم يا رب تكونوا بخير وعافية حبيت اليوم أخذكم في جولة في بيتي وبدأت بصالون الرجال أو المجلس الطقم يتكون من ثلاث صوفات كلها من هوم سنتر هنا القنبة الصغيرة فيها كرسين طبعا دي ألاء يتسلم عليكم وقالت لكم مساء الخير هنا التلفزيون عاملين على الحيض الكورنا كمان من هوم سنتر فيها بجرة صغيرة وحاملات شموع الكورنا كدع الآخر في زرعة كده الستاير عادية جدا يعني ما عمل فيها أي تكليف ما عمل فيها أي تطريز أو شيء عشان تتناسب شوية مع اللون دي هنا الكلمة الكبيرة صراحة أنا العامل المساند دي اللي شكلته يعني ما كانت بالشفل ده وما كانت بالألوان دي فهذا من الاختيار يعني أتمنين أن أعجبكم هنا الكورنا الثاني كمان فيها برض نفس الشيء في أبا جورا وفي وفيها حامل شموع وفي هنا إهداء لزوجي يهو أبو محمد هو طبعا يشتغل في غنات الجزيرة رئيس قسم الشراكات والبحوث في غنات الجزيرة هنا الصفة الثالثة هنا طبعا المكتبة وأنا وزوجي الاثنين طبعا خريجين جامعة الخرطوم قانون وأهل الكتب طبعا القانون فبنستعين بها في الماجستير وزوجي طبعا هو زي ما قلت لكم يستعين بها في البحوث وكذا هنا هنا في حياتي أتمنى أن أعجابكم ألف الوقت في غازات وكذا برضو من هام سنتر وهنا دي كان هدية لزوجي من مفوضية الأمم المتخذة مجمع تراث العالمي كان في أظن يوم الثقافة حيث كذا دي كان هدية من أحد الأخوان من اليمن الجانب دا من الحيط مدهون بالبناسج ومعلقين عليه بطاقات المؤتمرات اللي سارت فيها زوجي وهنا في صورة كاركاتيرية كده رسمة ورسامة مشجاعات في غلاطة جزيرة ننزل معكم نتيحة شوية في تشكيلات كده من الزعف اللي هي السعف اللي هو أوراق النخيل وهنا فيها باجورة وفي الواي فاي دا كان الفيديو اليوم أتمنى أنه يعني ينال إعجابكم و أشوفكم على خير إن شاء الله يا رب مرحبا مرحبا